بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعنبوس يا رحمة العالمين. هل يجوز هل يجوز اقص مكافأة او عطية على الشفاعة? وده الخطأ الذي يقع يقع فيه كثير من الناس. او لا هذا او هذا الحديث الذي يقول الان لا يعلمه كثير من الناس. لذلك واجب التنبيه على هذه المسألة الخطيرة. كثير من الناس بيشفع شفاعة يعني يتوسط في موضوع. وبعدين صاحب الشخص ده هديه هدية. ويقبلها. وهو بيش عارف انه بيرتكي باسم كبير. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث. وهذا الحديث روه ابو داود في سننه. وحديث صحيح. من شافع شفاعة. فأهدي له هدية فقبلها. فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا. تعالوا بقى نشرح الحديث ده. ونقول معنى ايه? اولا ايه معنى شبك المتشفاعة? كلمة معنى شفاعة معناها التوسط في الخير. بالكلام. وده عمل يسير وصحابه عظيم. لان رسول صلاة والسلام قال في الحديث شفاعه وتقجره. بمعنى زوجة غضبت من زوجها. يعني وتركت المنزل. زوجة غضبت من زوجها وتركت المنزل. فتوسط رجل من اهل الخير. عند هذين مرأة اهدي الزوجة ليصلح بينهم. فاصلح بينهم. افجال راجل الزوج ده جاب له هدية. هو ما يعرفش خدها. قبلها. قال لك ما الرسول قال تهاده تحابه. تهاده تحابه. قال لك انا متطبطش منه حاجة ده هو اللي بيجيب له دي اقبالها. لا اقبالها. واحد يتوسط لواحد عشان يشغله. عشان يشغله. واحد بيعني من بطالة. او واحد فصل من عمله. فتوسط لصحب العمل عشان رجعه تاني. ادي انهم من انواع الشفاعة. واحد زعل مع واحد صاحبه. فتوسط بينهم وراح لصحبه ده. وشفع عنده وقال له ده انسان كويس هو فقبل شفاعته ورجع تاني. ورجعوا صحاب تاني. واحد شفع عنده واحدة. يعني زمن رسول صلى الله عليه وسلم اه شفع مرة للصحابي كان بيحب واحدة جدا. فدرجة بيحبها لدرجة يعني قوية جدا. فقالت له يا رسول الله هتأمرني او هتجبرني على الزواج منه? قال لها لا. بل انا شافع فقط. قالت لها رسول الله لا لا. انا لا احبه. فالرسول صلى الله سلم خلاص. وحتى يقال ان الرجل ده يعني انخرج وتنزل من حب اللذي المرأة وانها تفضلتهم وليس تتجوزوا. الشاهد هنا هي دي الشفاعة. فواحد يشفع واحد يشفع لواحد لوحدة عشان يزوجها الواحد او العكس. فانواع الشفاعة كثيرة جدا. كثيرة جدا. الشفاعة بيعمل العمل ده مقابل. وهو صوابه عظيم. عمل يسير وصوابه عظيم. فبما للعادة جرت وجرى العرف على ذلك وجاء الشرع يعضده ذلك. فما تجيش انت بقى تاخد عليه اجرة. فده تعتبر نوع من الدناء. انت تاخد اجرة على الشفاعة. طب ليه? لان جرت العادة ان العمل ده لكل وجه الله. واستنبطوا من ذلك ان اي عمل لكل وجه الله. ده هيجوروا ده بقى المسألة الفقية تانية اهمة جدا. لازم لازم نتكلم فيها. لانها يعني اه ترتبط ارتباط غير مباشر بهذه المسألة. زي تعليم القرآن. زي الازان. تعليم الشرع. لان ما اختلفوا فيه. ليه? حديث البراء ابن عازم رضي الله عنه. حديث اعبادة ابن الصامت. حديث ابي ابن كعب. قال له رسول الله علمت اناسة من اهل الصفة القرآن. فاهدي لي قوسا. فاهدي لي قوسا. او فاهدوا لي قوسا. فالاخذوا. فقال له ان اردت ان تقطوق بتوق من النار فاقبل. عايزة ربنا يتوقق بتوق من النار خده. طبعا الرسول صلى الله سلم قال في حديث ثاني. لما فيه رجل من الناس كان ماشي مع الصحابة. كان واحد من الصحابة. وعادي بواحد لاده عقرب. فالراجل ده رقاه. عمله رقية بالقرآن وشوفي فعلا. فالقبيلة دي اهدته هدية. فقال لهم لا. يجب ان نسأل لرسول صلى الله عليه وسلم في المسألة دي. ما ندرشنا بقى لها بل حاجة. فارح الرسول سأله. فقال ان احق ما اخذتم عليه اجر. اخذتم عليه اجر كتاب الله. يقول الحديث في صحيح البخاري. طب ازاي? ازاي هنا رسول صلى الله سلم هو ده الفقه. لازم تعرف امتى تاخد وامتى بتاخدش. في المسألة فخير جدا. مهمة جدا. فالعلماء قالوا ايه? في الحديثين. خلي بقى اولا الحديث تاني ده صحيح لكن درجة الصحة بتاعته اقل شوية. اه من الحديث بتاع البخاري. حديث بخاري. لو بقول لكم ده وقت ده بتاع البخاري انه يجوز. مع ذلك العلماء اختلفوا. بعضهم اخذ بالحديث التاني ده. اللي هو بتاع البراء. او 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 او. ازاي انه لو اهدوا له قوسة من النار. فمنعوا تماما اخذوا اجر على قراءة القرآن او تعنيم القرآن. او الازان او الامامة. وكل هذا. قالوا ان الصواب ده عظيم جدا. وان كل الانبياء في كتاب الله قالوا. يا قومي لا اسألكم عليه مالا. ان اجر الا ان اجر هي الا على الله. في سورة هو تفتح كل الانبياء. لان النبوة صاب عظيم جدا جدا. عمر ما نبي. واستحيل ياخد اجر على فلو. حشل اللان النبي يقبل اجر. على النبوة بتاعته. فقالوا المؤزن والمعلم القرآن والقياس على كده. بياخد له صواب عظيم جدا. مستنيه من الايامة. وبالتالي بياخدش حاجة. قال له لكن ممكن المعلم القرآن يبقى له راتب ثابت من بيت المال. ياخده. لكن مياخدش الاجرى من اللي بيعلمه. لكن الكلام ده. في مقال كده. ولقاله كده الناس من التابعين والزهري. ولو في قول احد الاقوال لامام احمد. لكن امام احمد له قول تاني انه يجوز. طب الصحيح ايه? الصحيح ان هو يجوز. وده الرأي الراجع عنده للماء. بس امت يجوز وامت لا يجوز. طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال. يجوز. والاحسن شيء تاخده عليه. ولما الرجل اللي عمل لقيا للرجل اللي تلتغ من العرب ده. قال لهم الكلام ده. قال لهم اضربوا لي. اضربوا ليه سهما. يعني انا ستكون معاكم عشان يورموا لي ده حلال. يعني انه قال لسيدنا ابي ابن الكعب او قال لسيدنا ابي الدرداء لمعلم او غيره من الصحابة لو اخدت القوص ده تاخد قوص. قالوا ما قالوا ايه? قالوا اهل الصفة دو ناس فخراء جدا. وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف ان هو لما كان بيعلمه كان بيعلمه ببلاش. وما كانش يناوي ياخد اجرى. وهي دي النقطة المهمة جدا. تقوعة تعمل عمل. تكون اصلا نيتك. انه لله بعد ان تفسد نيتك بعد كده وتقبل هداية. ايه دي المسألة للفنطاب خطورة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف. كان عارف ان هو الراجل ده. يبقى الراجل ده اللي ما اخد اجرى على 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 الرقيا بتاعته. لان القابلة دي كانت غنية عندها فلوس. وناس اغنية. فضلوا مقابل الرقيا بتاعته فلوس. لكن. السحابي اللي علم اهل الصفة اهل الصفة دول ناس كانوا قاعدين في المسجد زي زي سيدنا ابي هريرة. ابي هريرة. كان قاعدين ما لهمش مقوى. وعندهم فقر شديد. فالرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان هل حعلمهم مش هياخد اجرى. فقال له ازاي كما معناه? ازاي يبقى يمتى كنت طيب ازاي اقول لكم الكلام ده. هو كده لان هو مش في كل حديث الرسول صلى الله سلم بيقوله هيوقت بقى يبين لنا السبب ايه والسبب. الرسول بيقول السبب وخلاص. لما الف. ودي مسألة فقرية اهمة. اه لما شاور على واحد وقال ليس من البر السيامه في الصفر. كان راجل ضعيف وطلع معاهم في في غزوة من غزوات. وعنده جاته ضربة شمس. راح مشاور عليه قال ليس من بري السيامه في الصفر. لو انت خطب الحديث ده هتاخده على كل الناس. لا ده له. ده المين? الحديث ده المين? ده الضعيف. اللي بيغلب على ظنه انه لو لو صام وهو ضعيف. ممكن يتحصل له مصيبة او يموت. انشان اللي قال عليه الصلاة في الحديث الصحيح. من صامة فأجهده فما اتدخل النار. بلافحكم المنتحر. الله. طبعا في الرغاية التانية. في الرغاية التانية الرسول على صلاة قال في الحديث. من صامة فلا بأس. ومن افطر فاحسن. انصحابه خرجوا معاه في حر جديد. فناس فطر وتستان صامت. ما انكرش. فلم ينكر على الصائم ولم ينكر على الفطر. الله. يبقى اذا كل واحد مننا هنوه حكم شارع غير التاني. وكل ظرف له حكم غير التاني. ما تقس واحد على واحد على واحد. الفاتوح اللي يجوز معك ما يجوز معايا ما يجوز مع غيرك ولي يجوز في وقت معايا ما يجوز في وقت اخر. هي دي الفاتوح. هي دي هو ده الفقه. يبقى الشخص الضعيف ما ينفعش يصوم ولا جوز في حقه. الشخص القوي لو صام وعارف يغلب بعضان منه يقدر يبقى السيام احسن في حقه. معاين هنا السيام في صفر وهنا السيام في صفر. لكن اختلف الحكم الشرعي. وذلك قارة علماء أصول الفقه. الحكم الشرعي يدور مع علتي وجودا وعدم. يبقى الفاتوح بتتغير والحكم بتغير من شخص لشخص لشخص معاينة هي نفس المسألة. لكن بتختلف من واحد لواحد لواحد. ومن وقت الوقت. ممكن شيء يبقى يكون جايز لك. في وقت معين. ما يكونش جايز لك في وقت تاني. وانت في الصعر هتموت يا جوز لاجي انك تاكل تاكل غزانة ميتة. لكن وانت في في رغض ورخاء. ومانتش مضطر. يبقى يقول لا يا جوز. يبقى ايزا. يبقى الراجل ده كان بيعلم لله. الراجل الصحابة دول كانوا بيعلموا لله. يعلموا انا سفقرة. فالرسول عارف انهما كانوا من الاول. من الاول مخلصين العمل ده لله. ما ينفعش انك تفسد نيتك بعد كده. ليه? لان لو انت عملت عمل لله اصبح وقف لله. لو رجعت خدت عليه اجرة. فدي نوع من الدناء. ويبقى السواب العظيم يستنىك في الاخر. فده فيه اساءة ادم مع رب العلم. لذلك لما بتجيب مصحف. او كتاب علم. وتوهبه للمسجد. ما ينفعش ترجع تاخده تاني. لانه اصبح وقف لله. لو انت اخدته تاني. يبقى حرام شرعة. لو انت اهدت. لو انت تصدقت الصدقة. لو واحد. بعد رجعتك اخدتها منه تاني. بقت حرام عليك شرعة. لذلك الرسول صاحب الحديث عظيم جدا في عشان يبيلها. عشان كده رسوله قال له ايه? قال له القرآن بيفسر بعض. والسنة تفسر بعضها. زل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. لا تضريبه كتاب الله بعضها ببعض. ولا تضريبه سناتي بعضها ببعض. اوعى تاخد حديث. لان الحديث المتنقدة او المتضادة في السنة كتير. وايات الله سبحانه وتعالى في كتاب الله في ظاهرها فيها ايات متضادة او متنقدة. لكن اسأل العلماء ليه الايات دي تقالت هنا وليه الايات دي تقالت هنا? ليه الحديث دي تقال هنا? وليه الحديث دي تقال هنا? كل حديث له وقت. وله مسألة وله مغزة في القهام. يبقى الرسول صلى الله سلم لما انت بتهب شيء لانسان او تصدق عليه ما نرجعش من فعش انك ترجع تاخدها منه تاني. لان اتدتها ربنا. وعمل بقى لله. زل قال عليه الصلاة في الحديث اللي هي العائد في عطيته كالكلب يقيق ثم يعود في قيقه. حديث الصحيح. صور الكلب لما يقيق ويرجع في قيقه تشبيه مقيت. كذلك قال عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام لا يجوز لا يرجع لا يجوز للواهب ان يرجع في هبته الا فيما وهب الوالد والوالده. دي استثناء فس. ليه? انت ومالك لأبيك. لو ابوك اديك حاجة. ولجع اخدها منك تاني. انت كلك معك وقول له ملك لأبيك. الاب والام لهم فضل عظيم جدا. لكن اي واحد تاني يهب هبى الانسان. بعدين يزعل منه. يقول له هات. يقول له هات اللي هي ديتهولك ما ينفعش. انت ما ديتهاله ديتهاله لله خلاص. سواء كانت هدية او هبى او صدق. لو انت خدتها بقى اصبحت كالكلب يقيق او شما يقعد في قيقه. المال ده يبقى حرام عليك شرعة. مع انه اصلا بتاعك. بتاعش بتاعك بقى بتاعرب بنا. لما ديتهوله بقى بتاعرب بنا سبحانه وتعالى اصبح وقف لله. يبقى اذا الشفاعة عمل يسير وصوب عظيم. ما فيش انسان بيشتغل شفيع. ما يعملش عمره ناس معنا عن شغلة. لكن ممكن انسان يكون شغلته مؤزن. شغلته معلم القرآن. شغلته امام بيعلم الناس. ما فيش اسمها دوقتي. زلك الامام مالكه. جازوا ان العالم او المقرأ قرأ القرآن يعلم الناس. ما هيش ازاي. يموت مجوع. اه الصواب اللي مستنيه صواب عظيم. طبع الناس بترجع بتروح تحج. وبتبيع وتشتري. قال عليه الصلاة في الحديث. وهل كانت تجاراتهم الا في في حجهم. لما سألوه احنا بدأت لنا نحج. وعملين حسابنا ان احنا هنشتريهم بيع. وليه كسب? فقال لهم. ما فيش مانع ابدا. بدام انت اصلا طالع تحج. يبقى العملين دول ما يفسدوش بعض. يبقى اذا امت اذا تعرف امتى يجوز تاخد وامتى يجوز ما يفعش تاخد. كان المسألة فيها نزاعة بين العلماء. لكن الراجح هو اللي بقوله لحضراتكم. لان لان يمكن الجمع بين الحديثين والاستدلال او الخروج بمسألة فقمية تجمع بين الحديثين او تجمع بين الرأيين. وهو ده الصحيح. اللي قاله العلماء. يبقى اذا. اذا قلت عملت العمل لله. والشفاعة لكن لازم角 لله. لان اه عمل يسير. مصابه عظيم. ما فيشوا عملي واحد شغلوته شفيعة. عمري ما اسمعنا ان واحد شغلوته شفيع. انا عمش شغل شفيع. الشفاعة دي الكلام الطي بيتقال عشان نصلح زوجة زوجة. بيتقال عند الزوجة او العكس. انا بشفع على زوجة الامراءة عند زوجة عشان يرجعهم لبعض او العكس. او بشفع لواحد عشان جوزوا واحد. او بشفع لواحد عشان شغاله. او بشفع له واحد اتفصل من العمل عشان ارجعه او بشفع له واحد عشان اخليه واحد يرضى عنه اتنين متخصمين مع بعض او بشفع في واحد اه حيقام عليه اه عقوبة بس ليس اتحدى عشان نخفف عليه العقوبة يبقى ما ينفعش بقى ان انا اخد اجر على الشفاعة دي لايجوز انك تشترط اجر فلما انت عملت العمل لله يبقى ما تاخدش هدية فلو هو ادلك هدية يبقى انت وقعت في الربا وقعت في باب عظيم من اباب الربا هيدي المسألة المهمة جدا يبقى انواع الشفاعة بانواحها اه ما تنفعش ان انا اخد فيها اخد عليها اخد عليها اجر ولو عملت عمل خلي بالك لو عملت عمل ايا كان وكنت ناول العمل ده كل وجه الله ما قلتش الشخص اللي بتسديله الخدمة دي او العمل ده انه ده الوجه الله لكن انت بتعمله في نيتك انه هو الوجه الله بعد ما تم العمل جايد ديك هدية او عتاخدها منه او عتفسد عملك لان هنا مش بس العمل حيفسد دللت هتاخده منه ده هيدخل في نتاق الحرام هيدخل في نتاق الربا فدي مسألة في القيام مهمة جدا جدا ليه لان انت خلاص اخلصت العمل ده لله ونوته انه لله اصبح وقف لله فمدام انت من الاول كاثنياتك لله هترجعش تاخد فلوس عليه خاصة زي ايه فالرسول ضربنا مثل بالشفاعة لان الشفاعة دي من اخسر الاعمال عليك تتعمل لوجه الله وجرع العرف وقال العلماء الاصول الفقه المعروف وعرفا كالمشروط شرطة فجرع العرف من قبل الاسلام وجاء الاسلام فعدد ذلك ان الشفاعة دي بتتعمل لله مش ممكن اروح اصلح من زوجة وزوجة واشفع للزوجة عند زوجة او العكس اعوش على الواحد عشان رجعه ادخله شغله او رجعه من شغله او 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 اصلح بين اتنين او اي او اي او اي انواع من انواع الشفاعة وقس على كده العمال الاسيرة اللي بتكون اصلا تعملها لله فترجعش تاخد تقبل عليها دي وبعدين تاخد عليها اجر يا دي مشكلة يا دي اللقطة لذلك قال عليه الصلاة والسلام من شفع شفاعة فأهدي له هدية فقابلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الرب عشان كده اجبتلكم المسأل ده لكن اخذ القرآن من الصحابي لما الرسول الامرأة جات للرسول الله صلى الله وقاتل رسول الله وهبت نفسي اني وهبت نفسي لك فالرسول اللي بصلها كده ما عجبتوش فقال لها لا يسأل لي حاجة بالنساء فالصحابي قال له يا رسول الله ان كان لما يكن لك بها حاجة فزوجني كيها فقال له بما تزوجها Plan له عندك بك الشيء تصدقها به قال له لا لا رسول الله ليس عندي شيء ليس عندي شيء غير اذار قال ان اعطيتها اذارك لم تجلست وليس معك اذار قال صلى الله قال صلى الله ليس عندي شيء قال الله ولا ختم من حديد لو لعنبي ولا ختم من حديد قال له había معك شيء من القرآن قاله نعم قال قال لك تزوجها بما معك من القرآن بدل الصداق بدل المهر المهر يبقى كبير يبقى استحالف أرجاعها بالمهر بالقرآن يبقى 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 رسول مرة هنا أجاز ومرة هنا مرة أجاز يبقى دي حاجة ودي حاجة يبقى لو بديك يتعلم واحد فقير أو تعمل لله ما تقلبش نئيتك بعد كده أو تغيره بعد أن أنت أصلا عملت لله لكن لو أنت دي شغلتك و أنت محتاج أنت رجل محافظ القرآن هتاكل طوب هتعيش إزاي بقى لازم أعلم أخذ أجرة ده عملي أكبر رئيس على كده نسيتنا أبقى الصديق كان إمام وخليفة وطلع يتاجر فقالوله هتطلع تتاجر ومحتاجينك تبقى تتباشر والخلافة صعبة قالولهم أكل أولادي منين صرف نواته كلها على الدعوة قالوله الإجلس وتفرغ للخلافة والأمور المسلمين وهنعمل لك راتب ثابت من بيت المال وعملوه راتب ثابت من بيت المال يبقى لو معيني ده عمل عظيم يبقى باشرة الله سيبقى صديق خليفة لأمة كلها ومعلم لأمة كلها وكان بياخد أجر من راتب المال يبقى إذن يا جوز لما كنا المحتاج أخد ويبقى وكدش يا سيدنا وقر صديقي ياخد راتب يجوز لمعلم قرآن ياخد لكن الشفاعة لا عمل يسير أنت احتسبته لوجه الله لا لأنه عمل يسير ومن اللي أعرف أنه ما فيش حد بيشتغل شفيق أو بيشتغل بيبقى ما تغدش يا أجر عليه وانت خصى أن أنت أصلا عملته لله فهرجو أن نكون مساء الفقية دي واضحة وأسمع الإطالة أقول قولي هذا استغفر الله لكم تشوفت تفعيل الجرس في خناية لأسهلكم كل جديد منساعدونا على الرجل الصوني أقول قولي هذا استغفر الله